بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم أحبة الكرام مع قصص رمضانية نبوية وما أجمل أن نكون ممن يبارك الله تعالى في عمره ويحيى حتى يلقى هذه الأيام ألا وهي أيام رمضان إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة كريمة لأن رمضان هو عنوان لكل مسلم هو زينة للمؤمنين والمسلمين إنه رمضان شهر الخيرات والبركات شهر الفرح قل بفضل الله وبرحمة فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه المرض من الشيطان إنه رمضان إذا أقبل فأقبلوا إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل لألك تخطئه قابلة فتأتي بعذر فلا يقبل إنها الريحة المباركة إنها الريحة الطيبة إنها النسمة التي تزيد من الإيمان إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ولا تعجز عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون قصة رمضانية نووية تسمحون لي يأتي رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا في وقت واحد في زمن واحد ثم يكونون في ضيافة طلحة من عبيد الله وهو من عشر بشرين بالجنة طلحة الجود طلحة الفياض أحدهم كان مجتهد في العبادة حتى أنه مات شهيدا والآخر مات بعده بعام فنام طلحة فرأى رؤيا أنه تفتح أو يفتح بواب الجنة فينادى بالرجل الذي مات على فراشه على فراشه فيدخل قبل الرجل الذي كان مجتهدا في العبادة ومات شهيدا فتعجب طلحة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون قالوا نعم يا رسول الله الأول مات شهيدا مجتهدا في العبادة قال كم يا طلحة عاش بعده قال عام سنة يا رسول الله قال صام رمضان وصلى كذا وكذا من الصلوات والذي نفسي بيده إن بينه وبين الآخر كما بين السماء والأرض تعلمون لماذا لأنه لقي رمضان فأقبلوا في هذه الأيام وما تقرب إلي عبد الشبراء إلا تقربت إليه ذراء وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة أقبلوا عليه وأعلموا أن هذا الشهر تغفر فيه الذنوب وتستر فيه العيوب وإكشف الله تعالى فيه الكروب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن ثم ولكن قبل أن تبدأ مع هذا الشهر أريد منك طلب طلب لي ولك ولكل من يشاهدوني اعفوا وتصافح وتسامح وتجاوز قبل دخول هذا الشهر تعلمون لماذا لأن الجزاء عند الله من ينسي العمل إن تنصر الله ينصركم فاذكروني أذكركم كذلك إذا أردت أن يعفوا الله تعالى عنك ويتجاوز فاعفوا وتصافح واعلموا تذكروا قوله تعالى والكاظي من الغيظ والعافين عن ناس الله يحب المحسنين من اليوم تعازمنا ونطوي ما جرى منا ولا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا كفى ما كان من هجر كفى ما كان من هجر فقد ذقتم وقد ذقنا وما أحسن أن نرجع إلى الوصل كما كنا اعفوا وتصافحوا مع دخولي هذا الشهر واعلموا أن هذا الشهر مبارك عظيم عند الله عظيم اعلموا كذلك أن هذا الشهر ينبغي لنا لنا أن نعظمه لأنه عظيم عند الله ومن يعظم شعير الله فإنها من تقوى القلوب من تقوى القلوب بتقوى الإله نجا من نجا وصار وفاز إليه من رجا ومن يتق الله كما قال تعالى يجعل له مخرجا كل الناس في هذه الأوقات والساعات يفرحون بهذا الشهر الصغير والكبير القريب والبعيد الذكر والأنثى فافرحوا به بل أن بعضهم أنا أجزم يقينا أنه عند قدومه يبكي فرحا طفح السرور علي حتى أنه من عظم ما سرني أبكاني وأحسن عند دخولي نقطة كلمة همسة رسالة انوي من الآن نية صالحة نية صالحة نقية تقية أن تحسن في هذا الشهر فاعلم أنه لو منعك من الصيام أمر من أقدار الله ستؤجر على هذا الشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة والله سبحانه وتعالى يعطي على القليل كثير يعطي على القليل كثير ولا تغفلوا عنه أبدا لا تغفلوا عنه هذا الشهر نهاره صيام وليله قيام بينهما قراءة كلام الواحد العلام فأحسنوا يا كرام يا أبناء الكرام ولا تغفلوا عنه يا غافلن عن مصيره يا واقفا في تقصيره سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم قف على الباب وقوف نادم ونكس رأس الذل وقل أنا ظالم فاستبقوا الخيرات وتنافسوا إلى رضا رب البريات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا ميدان ميدان للتنافس والتسابق إلى الله سبحانه وتعالى ولسان كل واحد منكم يقول أتيتك سائلا فارحم عنائي فعندك يا كريم دواء دائي فلا أحد سواك إليه أشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي أسأل الله تعالى في ختام هذا اللقاء أن يعطنا ولا يحرمنا وأن يزيدنا ولا ينقصنا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا ويجعلنا موفقين مسددين وأن يحفظ لنا البيوت والأبناء ويجعلنا كما أراد الله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم بارك العبد والرسولي ومحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة